بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أعزائي طلبة التعليم الفني الصناعي الشعبة المعمرية الصف الثاني جدرات بناء إن شاء الله النهاردة موضوع الحلقة بنتكلم عن وحدة أعمال أرضيات الانترلوك طبعاً إحنا بننوه إن إحنا بالنسبة لنا الوحدات الخاصة بعمل الجدرات بتشمل دايماً المهارات والمعارف فإحنا إن شاء الله أثناء الشرح حيكون المعارف بتسبق المهارات قبل ما بننفذ التمرين بنبتدي إن شاء الله نشرح المعارف بحيث إن أنت تكون من خلالها جاهز على الأداء الجيد لعملية المهارة الجيدة إن شاء الله طبعاً موضوعنا الحلقة اليوم أرضيات الانترلوك من المواضيع اللي هي الوحدات المهمة لأن أرضيات الانترلوك بتدخل معايا في جميع الأرصفة والممرات ومهمة جداً لأن هي بتتحمل أحمال شقة لما هنخش إن شاء الله في المعارف بتاعتها هنبتدي نوصف التكوين بتاعها وأنواعها وإن شاء الله هتبتدي تستفيد من هذه الحلقة هنبص كده مع بعض اسم الوحدة تنفيذ أعمال الأرضيات شاملة الانترلوك البازالت الدبش طبعاً ده من ضمن الأنواع اللي هي فيه عندي صناعي وفيه عندي طبيعي يبقى البازالت والدبش ده الطبيعي برضو بقطعوا بمقاسات معينة بيدينيش أشكال الانترلوك طيب أول حاجة دايماً في معايير الأداء في المخرج قبل ما هنشتغل لابد إن إحنا ننتبه لاتباع قواعد الأمن والسلامة والصحة المهنية قواعد الأمن والسلامة يا شباب مش اللي هي إن أنا كطالب إنت كطالب تدرسها واسمعها ومنفزها لأن دي بتحميك سواء وانت طالب داخل الورشة أو سواء وانت في موقع العمل إحنا بنجهزك بحيث إن ان شاء الله تبقى خريك ممتاز داخل مواقع العمل تقدي بصورة كويسة وأهم أداء فيهم إن انت تحافظ على سلامتك الشخصية وسلامت زملائك معاك في العمل تمام؟ يعني من ضمن القواعد إن أنا مفترض إن أنا أسيب مسافات بيني وبين من يعمل بجانبي بالأخص لو أنا شغال بأدوات مهمة جدا زي الإدة مثلا إدة الألمونيوم في بعض الأحيان بيبقى أنا عندي مثلا إدة بطولها مترين أو إدة طولها ثلاثة متر طيب لو أنا تحركت بيها حركة خاطئة بشكل أفقي وده إحنا دايما بننوه إن نخلي بالك في أدوات لابد استخدمها في الأمن والسلامة بصورة صحيحة أثناء الحركة لازم أخليها رأسية أنا عندي الإدة بيبقى رأسية كده لكن أفقية وطولها طويلة لا يبقى أنا خلفت قواعد الأمن والسلامة وقديت لإن أنا أعمل إصابة لزميلي أو لقدر الله زميلي لو هو خالف هيبقى يعمل إصابة ليانا يبقى إحنا تفادية للموضوع ده بنقول اتباع قواعد الأمن والسلامة والصحة المهنية طيب حنخش في المهمات مهمات الوقاية اللازمة لابد إن أنا عندي مهمات دايما في كل وحدة تلاقينا كده ده معيار ما ينفعش إن إحنا نتخطى أنت هتعود نفسك قبل مبدأ العمل المعيار الأول بالنسبة لك اللي هو اتباع قواعد الأمن والسلامة من ضمنها تحضير مهمات الوقاية اللازمة طيب المهمات الوقاية اللازمة خلاص لابد إن إحنا نحفظها ونتعود عليها إنتوا سنة تانية مفروض إن إنتوا تبقى أنت عارف إن أول حاجة عندي الخوزة طيب إيه بستخدمها في إيه وتستخدم لحماية الرأس يبقى أنا عندي بستخدم الخوزة لحماية الرأس من الصدمات بحيث لقدر الله ما يحصل لش أي حاجة تأثر على الرأس ودي نقطة مهمة جدا في حالة لو أنت خلفت قواعد الأمن والسلامة وملبستش الخوزة طيب القفازات وتستخدم لحماية اليدين جميل جدا أنا عارف إن أنا عندي بستخدم خمات مثل الأسمنت والجير قلنا إن الأسمنت والجير لهم تأثير مباشر على الجلد ده في حالة لو أنا شغال من غير قفاز طيب لو أنا تركت لقدر الله جت أجزاء من المونة الأسمنتية أو المونة الجيرية وركنت على إيدي ومالحاية شخصي لها هتسبب لي حساسية أو هتسبب لي التهابات تفاديا للموضوع ده يبقى إحنا لازما نستخدم القفازات تمام طيب بعد كده عندنا الأفارول يستخدم أثناء العمل لحماية الملابس أنا بقولك إن من بداية العمل لنهاية العمل لابد إن أنت داخل موقع العمل اللي هو وإنت طالب بيكون الورشة بتاعتك يبقى أنا بلبس الأفارول مجرد دخول الورشة بعمل حسابي إن أنا الأفارول معايا وبلبسه ما باعتمدش على الملابس الشخصية بتاعتي عشان ما باهدلهاش وفي نفس الوقت عشان ما تعقنيش الأفارول بيكون مجهز للعمل بدون إعاقة تمام كده؟ طيب يبقى إحنا كده الحاجة التالتة من المهمات الأفارول الحاجة الرابعة حزاء السلامة والغرض منه حماية القدمين طبعا يا شباب حزاء السلامة بيكون مجهز الحزاء نفسه مجهز لإنه يستقبل الصدمات أنا في حاجة وقعت فوق رجلي وأنا شغال وقع قالب فوق رجلي الحزاء نفسه واخد من الأمام عبارة عن شريحة معدنية بحيث إن يتحمل أي صدمة طيب ومن أسفل معمول حساب إنه ما يدخل ما فيش حاجة تعدي داخل الحزاء سواء في مسامير أو أي شوائب أو أي حاجات ممكن تدخل للقدمين يبقى أنا هنا ما ينفعش أشتغل بدون حزاء سي يعني أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض الطلاب بيستهون ويقول أنا مش مشكلة أنا ممكن ألبس مثلا أي حاجة لا تعليمات الأمن والسلامة بتقولي أن أنا للقدمين لازم ألبس حزاء السلامة طيب هنشوف كده شكلهم في الصورة الخوزة باينة عندي شكلها تمام؟ وطبعا درجات الألوان بتاعتها في المواقع العمل حسب مهمة كل شخص المهندس غير مساعد المهندس عشان نقدر نميز مهمة كل واحد داخل من حيث لون الخوزة نفسها يعني ليها مؤشر بحيث أنه في موقع العمل أقدر أعرف مين مساعد المهندس المشرف المسؤول على عمل مين الفني اللي شغال مين المهندس تمام؟ الأفارول تمام؟ عندي قفزات عندي حزاء السلامة وعندي الشكل إزاي أن أنا هستخدم هذه المهمات طيب بعد كده عندي أهم الإجراءات التي يجب اتباعها دي ضمن قواعد الأمن والسلامة أنا فيه عندي التدرب لتحديد مصادر المخاطر واعتماد الإجراءات الوقائية لزيادة السلامة الشخصية جميل جدا إيه المقصود من الموضوع ده يا شباب؟ لابد أن إحنا نعرف أنه قبل ما أعمل في العمل قبل ما أبتدي في موقع العمل لازم أنتبه لأنه ممكن يكون فيه مخاطر لقدر الله ممكن تحصل أثناء العمل يعني إيه مخاطر تحصل أثناء العمل؟ يعني أنا عندي فيه عامل جاب للأوالب ورصها بارتفاعات غير مناسبة إحنا معروف لنا رتفاعات معدل الارتفاعات بحيث أن ما تسقطش أو ما تبقاش قابلة للسقوط فيبقى أنا ما بقدرش أتخطى زيادة عن ارتفاع من 80 سنتين متر حد أقصى تمام؟ طيب أبصى لقي واحد رصيس لرصة وصل المتر ونص مترين وأنا شغال على الأرض حاجة وقعت من عن رصة يبقى ده مخاطر تمام؟ طيب في موقع العمل أنا معايا أداة كهربائية مثلا زي الساروخ هشتغل هأطع بيه حاجة طيب وفيه مشترك كهرباء موجود قريب مني وجنبي منه ماء في مياه حاجة كده أنا مالي مية لا ما ينفعش إن أنا ده من ضمن المخاطر يبقى أنا لابد إن أنا أتدرب على إن أنا أتلافى موضوع المخاطر قبل بداية العمل عشان أقلل من إن يحصل لقدر الله أي مشاكل تؤدي على إن أنا أتخطى قواعد الأمن والسلامة طيب يبقى إحنا كده عرفنا التدرب لتحديد مصادر المخاطر طيب بيقولي بعد كده في الإجراءات المتبعة الالتزام بالقواعد والسلوكيات المطبقة في مجال العمل ووسائل الأمان لزيادة السلامة الشخصية طيب الموضوع ده برضو مهم جدا قلنا أنا في عندي قواعد وسلوكيات أنت متضرب عليها سواء في موقع العمل إن شاء الله لما هتتخرج أو سواء في الورشة وإنت شغال وإنت طالب من ضمنها قلنا إن لابد إن يبقى فيه مسافات كافية بحرية العمل بحيث إن أنا ما يبقاش زميلي أو أنا رايب من زميلي قوي فلا قدر الله أعمل أي حركة خاطئة تأثر على إن زميلي يحصل له حاجة أو يحصل له إصابة وبقى أنت المسؤول عن الموضوع ده لأن أنت اللي أصبته يبقى أنا دايما أعود نفسي إن أنا أسيب مسافة بيني وبين زميلي بيني وبين زميلي أثناء العمل دي مهمة جدا تمام؟ طيب بعد كده من ضمن الإجراءات تنفيذ إرشادات السلامة وتعليمات العامة خد بالك إن أي موقع عمل وأي ورشة داخل التعليم الفني لما بتدخل بتلاقي فيه معلقات محطوطة دي بنسميها إرشادات الأمن والسلامة تمام؟ إرشادات دي لابد اتباعها هو بينبهك هتتحرك إزاي عملية الحركة بتاعتك داخل الورشة أماكن التخزين فين؟ أبقى أنا عارفها يبقى أنا اتجاهة الحركة بتاعتي بناء على الإرشادات اللي أنا هتتبعها قبل بداية العمل دي من ضمن الإجراءات طيب الالتزام بعدم الالتفاف أو التحدث أثناء العمل وخاصة أثناء مناولة ورص العدد والخمات جميل جدا النقطة دي يا شباب هتستوقفني إن أنا أأكد عليكم إن شاء الله لما ربنا يعني يسروا تخرجوا ما تستهترش في نهاية العمل إحنا عارفين إن إنت وإنت طالب بتعود إن في نهاية التمرين بخزن الأدوات بتاعتي بعد تنظيفها بنظفها كويس جدا عشان أحافظ عليها وأقدر أستخدمها المرة الجاية ما يحصل لهاش تلفيات ما ينفعش إن أنا خزنها طبعا وهي عليها مونة أو عليها أي شوائب أو عليها مية فيحصل صدى لها طيب من ضمن عملية رص وبنسميها منولة العدد والأدوات داخل الأرفف وداخل الدوليب هنا بيحصل في نهاية أي عمل دايما أي إنسان بيحصل عنده نوع من أنواع إيه الارتخاء يعني خلاص هو أحس إن هو العمل انتهى فيبتدي إن استهوان أنا بحاول إن أنا أعمل فإحنا بنحذر بنقول إن أثناء المناولة والتخزين ركز وفي نفس الوقت ما تفقدش تركيزك وتركيز زميلك فإن أنت تبتدي تتحدث في أمور جانبية لا خلص المناولة وخلص شغلك تمام بعد كده عايز تتكلم مع أحد ما فيش مشكلة لكن أثناء المناولة ده لا يسمح ليك بإن أنت تتحدث في أمور جانبية فهتفقد تركيز زميلك هتفقده تركيزه وفي نفس الوقت هتفقد تركيزك أنت كمان إن شاء الله ربنا يوفقك وجميع طيب هنخش بقى إحنا خلاص خلصنا كده الإجراءات وقواعد الأمن والسلامة هندخل في التعريف بتعبلات الانترلوك قبل ما هنبتدي نخش في ندخل في أي حاجة تخص عملية التركيب والتمرين والتنفيذ اللي هي مهارة لابد إنه هيسبقها المعارف اللي إحنا بنتكلم عليها دلوقتي تعريف بلاط الانترلوك طيب التعريف بالنسبة لي هيشمل جزئين أنا ما حبيتش إن أنا أديك التعريف كله كامل عشان أنت تركز معي وتفهم أنا يهمني أن أنت ما تحفظ بقدر ما أنت تفهم لو فهمت إن شاء الله هتحفظ كويس جدا طيب الجزء الأول من التعريف بيقول لي إيه بيقول لي بلاط الانترلوك المتداخل هو اسمه كده الانترلوك المتداخل هو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية طيب تكونها إيه من الخرصانة المعالجة كيميائيا ليه معالجة كيميائيا عشان أنا عندي فيه معامل احتكاك بالنسبة للحركة على الأرصفة والممرات فالخامة الأسمنتية مش كافية أن أنا أعتمد عليها الأسمنت متعود لما بيعامل عملية الاحتكاك اللي هو معامل البري بنسميه معامل البري في المعامل بتاعتنا بنجد أنه بيتبري بسرعة طيب بالنسبة للانترلوك في تكوين الخامة الأسمنتية بتاعته بنحط مواد معالجة كيميائيا تساعد الأسمنت على أنه هو يقدر يتحمل حركة معامل البري اللي هو الحركة على الانترلوك نفسه لأنه هو بطبيعته بيتم عمله في أماكن خارجية أغلبة أماكن خارجية بيكون من ضمنها الأرصفة ومن ضمنها الممرات نسبة الحركة بتاعتها كبيرة جدا تمام هنشوف إن شاء الله معنا صور وهنشوف فيديو هيوضح لنا عملية أشكال الانترلوك طيب الجزء الثاني من التعريف ده مهم جدا بيقول لي هو بلاط خرصاني معنى خرصاني يعني بيحتوي الخامة بتاعته بتحتوي على رمل وأسمنت وحصة رمل وأسمنت وحصة لأن دايما المونة الأسمنتية العادية لو أنا محطتش الحصة ما قدرش أطلق عليها الحصة أو الظلط ما قدرش أطلق عليه خرصاني بيبقى أسمنتي بس بس إحنا دايما بنختصر لما بيجي نقول الانترلوك الأسمنتي نسبة للنسبة الطبقة الأخيرة بطبقة الوجه اللي هي بتكون أسمنت معالج بس إنت ما يروحش لزهنك إنه هو مش خرصاني لا هو خرصاني بدليل إن داخل في تكوينه حصة تمام ده بيدي له قوة ومتانة طيب هو بلاط خرصاني أتم رصه اللي هو أثناء التركيب طبعا بدون استخدام مونة أسمنتية يعني أنا ما بستخدمش الانترلوك اللي انت شايفه راكب في الأرصفة ما هواش راكب بمونة أسمنتية مش محتاجين مونة أسمنتية هو بطبيعته تقيل وبيركب على فرشة من الرمل وهنوضح الكلام ده إن شاء الله أثناء عملية التمارين بل يركب مباشرة فوق الرمل وهو بيوضح اللي أنا قلته الرمل ده لابد إن يكون متكوك واخد نسبة من الماء عشان لو أنا الرمل فيه عندي فراغات هوى المية دي بتعمل على إن هي تعمل عملية ترابط لجزيئات الرمل يبقى أنا برش رمل برش مية وبدك الرمل ده كويس جدا ده كده عملية ايه التركيب بتاعته قبل عملية التركيب اللي هي الفرشة بتاعت الرمل اللي من أسم طيب هنا بيقول لي والسبب في ذلك هو ترابطه بإسلوب التعشيق والاعتماد على وزنه الوزن بيعمله عملية اتزان اعتماده على وزنه في اتزانه وعدم حركته يتدخل البلاط بين بعضه بحيث يمكن خلعه وإعادة تركيبه عند الحاجة للحفر أسفله دون أن يتضرر جميل جدا في نقطة شباب انتبه معايا وركز معايا قوي ليه ده سؤال احنا بنسأله والإجابة هقولها لك دلوقتي ليه دايما الأرصفة والممرات الخارجية احنا كمعماريين بناميل ان احنا نعملها أو ننفذها انترلوك ما بننفذهاش بلاط بيتم تركيبه المون احنا عارفين الانترلوك بيركب على الرملة طيب وبيركب متدخل مع بعضه الاجابة بتاعت السؤال ده ليه بنميل للانترلوك لان هذه الممرات وهذه الأرصفة معرضة فان انا ممكن يكون عندي فيه توصيلات معينة محتاج ان انا انزع الارضية تاني او جزء من الارضية طيب يبقى سهل مفيش مونة هو مش راكب بمونة سهل ان انا افك بس الختام بتاعه اللي هو جنب الجدار دايما بيكون جنب البردورة او جنب الجدار ده اللي هو النهايات سواء النهاية الاولى او النهاية التانية بفك جزء منه خلاص هو بيتفك معايا لانه هو مرصوص فوق الرملة رص بدون مونة بشيله وارفعه وابتدي اعمل العمل بتاعي اللي هو صيانة او ترميم وابتدي امهد تاني للارضية تاني رملة برضو وافرشها كويس جدا وابتدي ارصه تاني واحكم النهاية بتاعتي يعني اقفل النهاية بتاعتي كويس جدا هو بيعتمد على قفل النهايات قفل النهايات دي يعني ايه يعني انا مش مركب بمونة خالص لكن لما اجي عندي البردورة في عندي انترلوك سواء سليم او شريحة بينها وبين البردورة بابتدي احشي جزء مونة ده بنسميه قفل النهايات تمام كده يا شباب يبقى احنا كده التعريف بتاع الانترلوك الجزءين ابتدينا نفهمه الجزء الاولاني بيقول لي انه هو انترلوك متداخل تمام واخد خرصانة معالجة كيميائيا تمام الجزء التاني بيقول لي انه هو بيتم تركيبه على فرشة من الرامل متكوكة جيدا تمام وبحيث اننا لما احتاج اننا افك لأعمال الاغراض الصيانة يبقى الموضوع سهل بالنسبة لي طيب هنبتدي نخش على بلاط الانترلوك استعمالاته هنتكلم عن استعمالات بلاط الانترلوك هو بيقول لك هنا ان بلاط الانترلوك يستعمل لرصف الممرات والطرق ومواقف السيارات ومحطات البنزين والمنتجعات والقرى السياحية طيب لابد اننا يا شباب بعد كده ممكن يجي لك سؤال اسكر اسباب استخدامات الانترلوك للارصفة الخارجية والممرات تمام يعني ايه الاسباب اللي بتقدي ان احنا بنميز استخدام الانترلوك يبقى لابد ان انت تفهم ان الاماكن اللي احنا ذكرناها حاليا دلوقتي كلها استعمالات المرور عليها بكسرة يعني استعمالات الحركة يبقى اصبح ان انا معامل البري زي ما قلنا والاوزان انا عندي حاجتين عندي معامل بري وعندي اوزان الاماكن العامة دي ما قدر شحكم اه 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 اللي هيحمل على هذه الارصفة اه الحاجة اللي هتوقف عليها يبقى انا لابد ان انا اخد اه اعمل في حساباتي ان هو ممكن يتحمل اوزان سقيلة طيب وممكن يتحمل عوامل بري معاملات بري اه قوية يبقى افضل حاجة موضوع الانترلوك ده بخلاف احد مزاياه انه هو من الخمات اللي هي لو انا احتاجت اعمل اعمال صيانة في الارصفة او الممرات نظر ان عدم تركيبه بالمونة يبقى سهل نزعه وسهل تركيبه تاني انا مش مش هتكلفني حاجة ومش هتبقى مشكلة بالنسبة لي تمام كي يا شباب طيب اه الحاجة التانية ان بلاط الانترلوك النقطة اللي كنا بنتكلم عليها اللي هي التحمل قوة التحمل بتاعته بلاط الانترلوك يتحمل الضغوط والاحمال العالية طيب بنسبة ايه بقى 250 الى 300 كيلو جرام لكل سنتي تمام كده طيب ومن الممكن تنفيذ قوة تحمل تصل الى من 400 ال 450 كيلو جرام للسنتي المتر المسطح الواحد وذلك حسب طلب العميد يبقى انا ممكن التكوين بتاعه حسب طلبي من المصنع العادة الطبيعي النورمال الطبيعي الانترلوك الطبيعي اللي انت بتشوفه هو بيتحمل من 250 الى 300 كيلو جرام للسنتي الواحد قوة تحمل طيب ولو انا عندي اماكن فيها بتحمل ان انا مثلا اماكن تخزين فبيخش عندي بلتات تخزين محتاج ان انا اوزان فاخاف ان الانترلوك ده ممكن يكسر او يحصل له اي حاجة يبقى انا هنا بطلب من المصنع ان في الاضافات بتاعته وفي التكوين الخامة يديني انترلوك يتحمل من 400 الى 450 كيلو جرام ممكن او ممكن للسنتي الواحد يعني هو الصنتي الواحد هيقدر يتحمل لي من 400 الى 450 كيلو جرام طبعا دي بالطلب العميل في عملية التصنيع طيب عندي قلنا يتراوح سمك لازم بقى عرف سمك القطعة يتراوح سمك القطعة من 4 الى 8 سنتي مت حسب الطلب وطبقا للاستخدام والضغط المطلوب دي نقطة مهمة جدا يا شباب هي احنا ليه هنا ما قلناش السمك معرف بارتفاع معين يعني ليه لانه هو الانترلوك نفسه انواع في منه انترلوك مصنع اللي هو خرصاني ومعالج كيميائيا بطبقة الوج طيب وفي انترلوك طبيعي هنخش دلوقتي في انواع الانترلوك هنبتدي نشرحها يعني مش هنسبقى الاحداث فعادة هتلاقي الطبيعي اللي هو مثلا ممكن يكون من البازلت تمام او من الجرانيت هتلاقي الاسماك بتاعته مش كبيرة يعني بتبدأ من 4 سنتي اما الصناعي اقدر اتحكم في الصمك بتاعه واقدر ازود اوصل لغاية 8 سنتي جميل جدا طيب هنخش بعد كده من ضمن مزاياه مقاومته الشديدة للتآكل اقل من 5 من 10 من الملي 5 من 10 من الملي يا شباب يعني نص الملي يعني هو التآكل بتاعه بيوصل لمرحلة انه هو ما بيتخطاش النص ملي تمام طبعا ده على فترات بعيدة يعني على ازمينة بعيدة طيب مع انخفاض نسبة انتصاص الماء ودي جميل جدا اي خامة بتنتص الماء بقسرة مقدرش اعتمد عليها وممكن تتحلل الخامة دي تتأثر ان مسام بتاعتها واسعة معنا ان تنتص بشدة يعني معناها مسام بتاعتها واسعة معناها ان بعد كده الخامة نفسها ممكن تتآكل طيب كل لما الخامة نسبة انتصاصها اقل كل لما يقول مقاومتها للبر اعلى تقدر تتحمل تمام كده طيب هو هنا بيقول لي نسبة انتصاص للماء اقل من 4% جميل جدا اقل من يعني هي ما بتوصلش لل4% تمام مما يجعله مناسبا للتطبيقات القياسية مثل المطارات ومحطات الوقود طيب الاماكن دي ما ينفعش ان انا اركب فيها الارضيات بتاعتها خمات اه تمتص الماء بكسرة او تكون قابلة لمتصاص الماء بكميات كبيرة ده معناه ان هيحصل تآكل للارضية يبقى هنا الانترلوك اللي هو نسبة انتصاصه اقل من 4% جيد جدا بالنسبة لي ان انا قدر اركبه اامن في اماكن زي ارضيات المطارات ومحطات الوقود وكلمنا عن موضوع نسبة انتصاص خطيرة جدا لان هي زيادتها بتأثر على تآكل الخامة نفسها الماء لو اي خامة امتصتها بشدة الماء بتبتدي تعمل تآكل للخامة تمام طيب هنبتدي ننتقل مع بعض اهم ما يميز الانترلوك اول حاجة التنوع هو التنوع الكبير في اشكاله مما يعطي فرصة الابداع في تصميم الارضيات وتقديم الافقار ده في اشكال جميلة جدا ان شاء الله هنشوفها في الصور دلوقتي مع بعض وهنشوفها في الفيديو هتحس ان هو حاجة ممتازة طيب ابداعية في التصميم مما يتيح مجالا اكبر للاختيار بين الاشكال المختلفة لبلاطة الانترلوك خد بالك من نقطة ان الانترلوك كل مادة في التصنيع في تقدم فكل مادة هتلاقي يعني حاليا الحمد لله احنا دايما تكنولوجيا التصنيع دايما متقدمة بس الانترلوك تحديدا في تصنيعه هتلاقي فيه تصميم متعددة مع الوان متعددة تمام ومع منه فيه انواع الكلام ده ان شاء الله في الشرح هنبتدي ايه واحدة واحدة نتعرف عليه طيب الاول بيقول لي هو متداخل بما يناسب كافة الازواق متداخل مع بعضه لان فيه اشكال سداسية واشكال بيضوية واشكال كديرة جدا طيب هنبتدي نوضح كده الكلام بتاعنا بيقول لي متوافر الشرح بتاعنا بيشرح لك كده وبيقول لي متوافر من بلاط انترلوك سطح املس ويطلق عليه بلاط سيتي بلاك واخر زو سطح خشن ويطلق عليه بلاط مكابس ويكون هذا النوع من بلاط الانترلوك امنا للمشي عليه اسناء وجود الماء اللي هو النوع الخشن طبعا بص رجالة يعني احنا نتبه معايا شباب احنا كده عندنا فيه نوعين فيه نوعين النوع الاملس اللي هو سيتي بلاك تمام والنوع الخشن اللي هو بلاط مكابس دايما احنا بننصح بنقول النوع الاملس اللي هو سيتي بلاك استخداماته داخل الممرات الداخلية يعني انا عندي ممرات داخلية فيلا وداخل الفيلا قبل دخول الباب بتاع الفيلا نفسه اللي هو داخل الحضائق ما فيش مشكلة عندي ان انا استخدم السيتي بلاك لكن ممرات خارجية وممرات عامة لا انا هستخدم بقى اللي هو ايه الانترلوك اللي هو بيطلق عليه بلاط مكابس لانه السطح بتاعه بيبقى خشل يبقى انا ماينفعش اللي هو سيتي بلاك الناعم استخدمه في الارصفة الخارجية او الممرات الخارجية هستخدم انه نوع اللي هو بلاط مكابس اسمنتي خرصاني اسمنتي بحيث انه هو السطح بتاعه مجهز زوخشونة كده احنا عرفنا النوعين الاملس والايه والخشل طيب بعد كده هنقول جميع الاختبارات القياسية بيتم عملها بمركز البحوص وكليات الهندسة المختلفة وجميع مراحل انتاج تتم آلي يبقى انا فيه اشراف من من المراكز البحوص بحيث ان العينات بيأخذ عينات من الخامات الخاصة بالانترلوك وبيبتدي عمل عليها تجارب بحيث ان التجارب كله الغرض منه التكوين الخامة وقوتها وقوتها لمعامل البرج بحيث ان انت بتشتري المنتج يبقى انت حاسس ان المنتج ده مش بعد فترة لو انا مثلا بعمله في الارصيفة العامة لبيتي او برا البيلة ما تفاجئش ان بعد فترة سهور او سنة ابصى لقى ايه ان الانترلوك اللي في الرصيف برا تآكل كلام ده معناه ان الخامات دي مش خامات ذات مواصفات قياسية ما تمش عمل تجارب عليها خلاص طبعا الكابس بتاع الخامات بتاعت الانترلوك بتكون كلها آلي تمام اهم ما يميز الانترلوك طيب هو بيديني هنا تنوع كبير في اشكاله مما يعطي فرصة للابداع وميديني صورة فيها تصور كده لبعض الاشكال تمام طيب الصورة دي بالنسبة لي هنوضحها في بعض التصاميم اللي هي داخل الفيديو معنا الفيديو وهنبص عليه نتفرج ده اشكال هندسية تمام هتبتدي الاشكال تتنوع معايا من اشكال هندسية لاشكال آآ زاد دواير طبعا كل ده بنسميه بلطات متدخلة بحيس انه بيديني شكل اللي جميل جدا ده زخروفي ده شكل زخروفي برضو متدخل مع بعضه طبعا لو انا عايز احسب للمتر المسطح بحسب القطع الواحدة واقدر اعرف المتر المسطح هيستخدم مني عدد قطع قد ايه بالزبط طبعا هو فيه تنوع في الاشكال كتيرة جدا مش هتتخيلها هو بيبتدي دلوقتي في الفيديو بيعرضي ده الاملس اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو سيتي بلاك تمام هتلاقي فيه فيه لمعان فيه لمعة كده اللي هو هتلاقي مافيش لمعة وحاسس انه هو الشكل بتاعه خشن شوية ده ده اللي هو الخشونة اللي هو بلاط المكابس تمام بلاط انترلوك باكبس هو بيتسمى كده اللي هو خشن تمام فيه بقى الاشكال منه متنوع سداسي وجوه منه دواير زخروفي طيب فيه اشكال بتديني على شكل عملية رص البناء في الارض شكل جمالي طبعا الاشكال التصاميم دي احنا بنعرضها لك في الفيديو ليه لان انت بتدرس الكلام ده لابد ان انت لما هتيجي تنفس في اي مكان لابد ان انت قادر على ان تعرف ايه اللي يميز المكان ده حسب رغبة صاحب المكان اللي انت بتأديله الشغل تمام فيه اشكال طبعا في الفيديو كسيرة جدا بالنسبة للتصاميم هتلاقي انا يهمني بس اهم حاجة ان انت تعرف التصميم هتبتدي ازاي وهتنهي ازاي حسب شكل التصميم بيبقى ليه تجميعة بنسمي احنا تجميع التداخل طبعا اللي فيها اشكال هندسية او رسومات بيبقى ليها مخطط كرسم مبدئي قبل ما بشتغل بعرف عدد البلطات الفاصل ما بين مثلا زي الشكل قدامنا اللي سود والبيض الفاصل ما بينهم قد ايه كعدد بلطات لان لازم يبقى كله موحد ما ينفعش ان انا بعمل تصميم واتفاجئ ان انا زودت في مكان ونقصت في مكان كلام ده مهم جدا يا شباب الحاجات دي فيها زوء عالي جدا وفيها يعني حاجات جميلة فعايزين ان احنا ننتبه للايه لجميع التصميم اللي قدام مننا بحيث ان شاء الله بندرس هذه الوحدة بنخرج منها بفايدة كويسة ان انت قادر على ان انت تقدر تحدد التصميمات وتقدر تنفذ اي تصميم يجيلك بالنسبة الانترلوكي شايف فيه تنوع في التصميمات يعني معظم التصميمات التركيب بتاعتها عملية التداخل والتعشيق ما بين قطعة وقطعة دي ليها لون ودي ليها لون طبعا اشكال ظهرة معاك في الفيديو وفيها نسق نسق جميل جدا تناسق هتلاقي جنب البردورة في بعض القطعة الصغيرة هو بيسبها في النهاية ونقصها بمقص الانترلوك الانترلوك بيبقى ليه مقص مخصص هناخده ان شاء الله لما نشتغل في التمارين بعض الرسومات برضو نفس الشكل تداخل بص بيوريك التداخل في الدايرة الاخيرة في الفيديو بيوريك التداخل مع بعض ازاي طبعا دي شكل خلايا النحل ده شكل من ضمن الاشكال السوداسية تكرار السوداسي انا بكرر السوداسي ده شكل من ضمن الاشكال اللي فيها تشابك وتداخل مديالي شكل زي البناوي زي البناء بتاعنا بس على الارض تمام ده نفس الحكاية نوع تاني من الانترلوك متداخل بألوان مختلفة عندي الاحمر عندي الاصفر عندي الرمادي يبقى احنا عندنا الانترلوك ما هواش نوع واحد احنا قلنا نعرض الفيديو بتصاميمه المختلفة عشان انت كطالب بتدرس مايروحش زهنك لان الانترلوك هو نوع او اتنين او تلاتة اللي انت بتشوفهم في الطبيعة لا في اماكن كتيرة حسب مخرجات المصنع او انتاج المصنع بيعمل حسب رغبة العميل تمام في منه زي ما قلنا اللامع تمام اللي هو سيتي بلاك او الخشن اللي هو بلاط المكابس تمام هتلاقي في التصاميم فيه اللامع ده اللامع ده على طول يروح زهنك لانه هو ده ده ذات النعمية طيب اللي هو مزوه لمعة يبقى ده خلاص زهنك هيروح للي ده الخشونة اللي هو بيركب في الارصفة الخارجية والممرات الخارجية عشان يقدر يتحمل وفي نفس الوقت ما يزحلقش حد يعني محدش في اسناء الحركة يحصل لقدر الله اي حاجة او اي مكروه كده احنا التصاميم اللي في الفيديو اه يعني وفينا وظهرنا انواع كتيرة انت ابتدت كده ايه تنتبه ليها وبتدت تشوفها وبتدت تفهمها ان شاء الله في التمرين هنبتدي يعني ناخد منها بعض الاشياء نبتدي ننفذ كده في نهاية الفيديو اه بيوضح لك ان انت ممكن تشكل وتعمل رسمة دي يعني دي رسمة من خلايا النحل هو عامل رسمة داخلية زي سجادة وبتدي يفرع من ابص الدايرة مبينالك التصميم شكله ايه طبعا ده تصميم اخر زي بنوهات عبارة عن تركيب بنوهات مع بعض برضو بانترلوك لونين بس هو بيعمل التصميم بلونين يعني اقصى حاجة ممكن يبقى فيه لون تالت كن ان انا اقدر قادر على ان انا اشكل تصميم بلونين بس ده معنا ان انا عندي قدرة فنية ولمحة فنية الموضوع مش موضوع تركيب وبس الموضوع فني وابداعي لابد ان انت يبقى عندك الجزئية الفنية وعندك اه تعدد في عملية التصميم لان انت اللي بتعرض على العميل اللي انت هتنفزله او سواء الشركة داخل الشركة يبقى ليك برضو وجهة نظر تقدر ان انت تبديها اذا ما كانش فيه حاجة معينة مسبتة هو جاب لك اتنين وقال لك هتنفزلي ازاي هتعرض عليه اكتر من تصميم من القطعتين اللي هو اللون مثلا اسود ولون مثلا رماضي لون احمر ولون اصفر وهتفهم ان ده فيه تداخل ما بينهم الاشكال انت واضحة جدا على الفيديو الفيديو جميل جدا موضح لنا تركيب كتيرة اشكال كتيرة مع بعض اتمنى ان انتوا تكونوا يعني مستفدين من هذا الفيديو وكده اصبح انه هو ادينا تعدد في عملية التصميم ان شاء الله بننتقل بقى لبعده متوافر من بلاط الانترلوك قلنا الاملس خلاص واخر زو سطح خشن طيب ده كده احنا اخدناه بعد الفيديو طيب اهم ما يميز الانترلوك برضو اتكلمنا عنه انا اخد اللي بعد الفيديو على طول انواعه واشكاله طيب الانترلوك الاسمانتي اول نوع يا شباب احنا قلنا احنا بنطلق عليه اسم الاسمانتي نسبة للاهم عنصر فيه اللي هو في تكوينه الاسمانتي لكن هو اصلا انترلوك خرصاني ومعالج كيميائيا لكن هو المسمى بتاعه نسبة للسطح الاخير بالنسباله اللي هي معالجة اه معالجة ايه كيميائيا طيب ثانيا الانترلوك من الاحجار الطبيعية يبقى انا كده عندي نوعين ركز معايا كده لما نيجي نتكلم عنه انواع الانترلوك انا عندي نوعين باطلق باطلق عن النوع الاول انترلوك الاسمانتي اللي هو بنعتبر انه هو داخل في عملية التصنيع داخل في عملية التصنيع يعني خلطة خرصانية الانترلوك الاسمانتي خلطة خرصانية وبيتم عمل معالجة كيميائية بالاخص لطبقة الوج تمام وبيبتدي عملية الكMs في مكابس تمام بحيس انه هو بيدين السمك المطلوب حسب العميل ما بيطلب اقصى حاجة قلنا من اربعة لتمانية سنتي طيب انا عندي النوع التاني ايه النوع التاني بالنسبة لي الانترلوك من الاحجار الطبيعية يبقى الانترلوك ده طبيعي احجار طبيعية من ضمنها هنتكلم عنها دلوقتي الجرانيت من ضمنها البازلت تمام طيب الانترلوك الطبيعي ده حاجة حجر طبيعي انا وظيفتي ايه او الوظيفة اللي هيشتغل فيه انه هو بيبتدي يحضروا ويقطعوا بالمقاسات المطلوبة وبيكون موجود بسمك عادة بيبدأ من اربعة سنتي عادة بيبدأ من اربعة سنتي حسب الخامة سواء جرانيت او بازلت هنتكلم عنها دلوقتي وهنوضحها تمام اول حاجة هنتكلم عن الجرانيتي ده في الطبيعي انترلوك اللي هو الطبيعي طيب الجرانيتي بيقول انه هو اسطحه ممكن ان تكون ناعمة او خشنة او محببة وبدرجات كثيرة جميل جدا انتبه معايا كده بس عشان احنا لا بد ان احنا الاول جرانيت من السخور النارية تمام وجرانيت طالما قلنا وذكرنا حتة انه هو من السخور النارية يبقى صلب جدا درجة الصلبة بتاعته وقوة تحمله للبري قوية عشان كده احنا قلنا بنستخدمه كانترلوك بنطلق عليه لفظ انترلوك حجم كبير بيتم تركيبه على الرمل في الممرات وفي الارصفة طيب هيتحمل معامل بري اه طبعا هيتحمل معامل بري طيب هو في منه انواع في منه ناعم تمام في التصنيع بيتم يعني داخل الورش هو خامة طبيعية ولكن اسناء التقطيع ممكن يتم جاليو يبقى كده طالما الجالة تمام وتنعم الوجه بتاعه يبقى ده ناعم يبقى هاستخدمه فين في الممرات الداخلية قلنا الممرات الداخلية لو انا قلنا داخل حديقة فيلا او داخل حديقة بيت او الاماكن اللي انا بستخدمها انا كشخص يبقى دين ممرات داخلية بالنسبة لي طيب لو انا نفس الانترلوك اللي هو الجرانيتي ده هستخدمه بقى في ارصفة خارجية وفي ممرات عامة ما يصحش خالص ان انا جليه هسيبه خشن هعمل له عملية تخشين داخل الورشة الرخام بتاعة اللي هي بتقطع للجرانيت واقول له انا مش هينفع اخده منك املس ليه لان انا هستخدمه في ممرات خارجية ما عرضش الناس اللي هتمشي عليه لعملية انزلاق او لقدرها يحصل اي مكروه يبقى فرق ما بين الممرات الداخلية و الممرات الخارجية طيب هنا عندي بيقول لي بيقول لي يكون بمقاس اربعة في احداشر في احداشر سنتي في الغالب يبقى السمك بتاعي مش هيقل عن اربعة تمام؟ طبعا هو بيبقى ليه السمك مع الطول في العرض تمام؟ يكون لونه حسب نوع الجرانيت فيه عندي الوان كتيرة من الجرانيت فيه عندي الرمادي فيه عندي الاسود فيه عندي الاحمر تمام؟ الاسواني يعني الاحمر الاسواني فعندي الوان حسب رغبة العميل اللي بيركب طالب تركيب الحاجة تمام؟ طيب هو بيديني صورة كده توضيحية فعلا زي ما احنا قلنا عندي الاحمر الاسواني جرانيت الاحمر الاسواني ظاهر في الصورة عندي الجرانيت الرمادي عندي جرانيت اللي هو الاسود ودايما الجرانيت كده بيبقى مميز بالنقط السودا اللي هو ايه في تكوينه داخل في تكوينه طبيعيا طبعا هو جرانيت دي خامة طبيعية وقالنا دي صخور نارية فطبعا دي حاجة من عند ربنا بتبقى زوجه قوة ومتانة من الاف وملايين السنين تمام طيب يبقى احنا كده عرفنا الجرانيتي اللي هو الانترليكو الجرانيتي وعرفنا الابعاد بتاعته بتبدأ من اربعة في احداشر في احداشر تمام وعرفنا الالوان بتاعته وعرفنا ان فيه منه ناعم وفيه منه الخاشن وزو محبب بدرجات كثيرة طيب بعد كده هنبتدي نتكلم عن البازلتي هتلاقي ان البازلتي خامة طبيعية قريبة من نفس قوة ومتانة الجرانيت هيقول لي هنا ايه تقريبا نفس خصائص الجرانيتي ولكن الوانه شبه موحدة بين الرمادي والاسود ايوه يبقى احنا كده البازلت اقدر اميزه بايه هو كقوة كقوة هو برضو واخد نفس طبيعة السخوري النارية بتاعت الجرانيت ولكن هو ما فيه ما فيهوش الالوان المتوفرة هو ياما اسود ياما رمادي انا بنذكر ليه موضوع الالوان لان احنا اتفقنا لما خدنا في انواع الانترلوك واحد مزاياه موضوع التصميمات المتعددة يبقى انا لو انا هشتغل بالبازلت يبقى مش متوافر بالنسبة لي غير حكتين اللي هو الرمادي او الاسود ونفس الخصائص بتاعت الجرانيت هو بيميل ليها نفس القوة والمتانة ومعامل البر طيب فيه شكل كده كصورة بين قدام مننا هتلاقي ان البازلت بطبيعته اللي سود اللي في النص طبعا العليمين هو داخل معاه كده شكل حجر لان احنا قلنا الانترلوك فيه منه احجار فاحنا يهمنا اللي سود اللي في المنتصف اللي سود ده هو البازلت يعني هو اللي عامل الشكل مضطر عشان مش متنوع منه الوان تانية متداخل معاه حجر ولكن اللي سود اللي عليه السهم ده هو البازلت وهتلاقيه بطبيعته خشن ومحبب تمام طيب يبقى احنا كده دخلنا في طريقة تركيب بلاط الانترلوك احنا اخدنا انواعه واخدنا مزاياه هنبتدي نتكلم عن طريقة التركيب ومهمة قوي ان احنا شباب دايما اي طريقة تركيب او لازما تتبعها خطوات يعني هتشمل الطريقة هتلاقيها تشمل خطوات هنركز مع بعض في عملية الخطوات عشان نبقى احنا منتبهين لها هنبتدي نقول اول خطوة يتم اختيار الشكل الهندسي ونوع الطابليط اللازم الذي تكون عليه عملية الرصف وذلك لتحديد البلاط اللازم وكمية وجميل جدا نوضح النقطة دي مع بعض كده نركز معايا وبيقول لي يتم اختيار الشكل الهندسي والتصميم دي اشارة لانما احنا ما كنا بنتكلم على تصميمات الانترلوك لابد ان انت تكون ملم بانواع متعددة من تصميمات الانترلوك اللي هي احنا عرضناها ليك في الفيديو عشان تكون قادر على ان انت اي تصميم من تصميمات الانترلوك يطلب منك تكون قادر على تجهيزه هيجهز الاول هتعرف ازاي تعمل عملية تدخل الالوان والاشكال مع بعض وفي نفس الوقت تقدر تحسب العدد انا ما اقدرش ان انا احسب العدد الا لما اعرف التصميم ان انا هشتغل عليه او هنفذ عليه لان انا هيكون عندي العدد هيشمل مش لون واحد ممكن يشمل لونين وممكن يشمل تلات الوان فلا بد اعرف ان من كل لون حسب المساحة هقدر ان انا هاخد قديه طبعا كلام ده في كل متر واحد مسطح هقدر اعرف اعداد الالوان المتدخلة هحسبه لكل اعداد الامطار يعني مثلا انا عندي رصيف مثلا بطول تلاتين متر في عرض تلاتة متر تمام طيب الرصيف اللي هو بطول تلاتين متر في عرض تلاتة متر لو انا جيت اسطحه كده هضرب تلاتين في تلاتة ايوه انا سامع واحد بيقول لي يا استاذ يا ميستر يبقى كده تسعين متر مسطح طيب لو انا قدرت اعرف العدد للتلات الوان بتاعة الخاصة بالمتر الواحد اقدر اضربهم في التسعين متر يدوني اعداد الالوان المختلفة اللي انا هستخدمها ده الكلام اللي هو بيحدده لك بالنسبة للخطوة الاولى تمام يبقى هو وذلك يتم اختيار الشكل الهندسي ونوع الطابليت اللازم الذي تكون عليها عملية الرصف وذلك ليه بقى لتحديد البلاط اللازم وكميته جميل جدا ده بعض التصميمات اللي في الصورة بتوضح لك ان انت ممكن تطلب منك طيب يبقى ساعتها هنعرف في المتر الواحد التلات الوان هاخد عدد قد ايه من الانترلوك المتر الواحد تمام يبقى بناء عليها هضرب في مسطح الرصيف المراد ايه تركيبه بالانترلوك كده هقدر احدد خاماتي او الانترلوك كبلاطات بس ما ينفعش احددها الا لما اعرف التصميم او نوعية التصميم مش اي مش اي تركيب لابد ان انا مسبقا اعرف نوعية التصميم طيب بعد كده في عندي الخطوة التانية احنا قلنا الخطوة الاولى تحديد التصميم وتحديد العدد بتاعي كانترلوك تمام طيب رقم اتنين خليك معايا يتم كشت التربة مسافة اربعين سنتي عن المنسوب المطلوب اي تنظيف الموقع جيدا من المواد كالحجارة او مخلفات البناء ركز معايا كده وانتبه معايا الخطوة دي مهمة جدا قبل ما هيتم العمل في عملية الرصف بالانترلوك لابد ان انا اعمل عملية كشت يعني ايه يعني انا ابتدي مسافة من المسطح المنسوب بتاعي السطح الاخير انزل حوالي اربعين سنتي في المسطح كله ابتدي اغربله كده وابتدي اعمل له عملية ازالة لكل الاشياء الاشياء زي الاحجار زي الشوائب زي الاشياء اللي هي هتأثر على دك الفرشة الاولى من الرمل وفي نفس الوقت هتعمل لي عملية فراغات في هذه الدكة يبقى ما يصحش ان انا سيبها هبتدي نظف المواد اللي هي كالحجارة ومخلفات البناء زي انا كده عندي في الصورة هو كده البردورة اللي هو هيركب عليها تمام هو بيعمل عملية تنظيف للسطح الاولي ده كده بنسميه عملية نظافة اولية للسطح الاولي عشان الفرشة اللي هتدخل اللي انا هركب عليها تدخل تلاقي الارضية نظيفة جدا ما فيهاش بقى اي مواد كالحجارة او مخلفات البناء تعوق عملية التركيب دي نقطة مهمة جدا يا شباب لابد ان احنا ايه ناخدها في الاعتبار ونخلي باننا منها طيب رقم ثلاثة هنا بيقول لي في حال الحاجة لتمديدات كهرباء او سباكة في هذا المكان يقوم المختصون بذلك بعمل الاعمال الخاصة بالكهرباء والسباكة ثم يعاد ضبط مستويات الارض مرة اخرى بغمرها بالماء ودكها بنفس النسب باستخدام الدكاك او الهراس طيب ركز معايا بقى عشان النقطة دي برضو اللي هي التالتة مهمة او قبل ما هبدأ احنا قلنا الانترلوك طيب احنا قلنا الانترلوك بيتم عمله في الارصفة يبقى تأكد ان ما فيش توصيلات هتتعمل وانا هشتغل واركب واتفاجئ ان يقول لي لا فوق طيب احنا النهاردة ان شاء الله اتكلمنا في وحدة اعمال ارضيات الانترلوك قلنا انواع الانترلوك واتكلمنا عنه ودخلنا في عملية التركيب وصلنا للخطوة التالتة التأكد من ان ما فيش اي توصيلات هتتم تنفيذها ان شاء الله في الحلقة القديمة بنكمل الانترلوك الصف الثاني جدرات بناء والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله